السلام عليكم متابعين الكرام أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل سر الجرس ليصلكم جديد الأخبار أهلا للإتحاد الإفريقي لكورة القدم قبل قليل من يومه الجمعة عن اللائحة المدربين المرشحين للنيل جائزة أفضل بإفريقيا خلال سنة 2018 وذلك عاقب الاجتماع الذي عاقب صباح اليوم بالعاصمة الغانية آكرا وضمت القائمة مدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار بعدما نجح في قيادة أسود الأطلس التأهل لنهائية كأس العالم بروسيا ويعتبر رونار الأوفار حظا بين المدربين المتنافسين على الجائزة واختار أيضا الاتحاد الإفريقين لذمن اللائحة المعلنة صباح اليوم كل من المدربين درجاء الرياضي الإسباني خوان كارلوس غاريدو ومدرب وفق صطيف الجزائر سابقا المغربي رشيد التوسي للمنافسها لجائزة أفضل مدرب إفريقي لسنة 2018 تمت اللائحة الأولية لللاعبين المرشحين للنيل جائزة أفضل لعب إفريقيا والتي أصدر الاتحاد الإفريقي سباح يومه الجمعة خمسة أسماء مغربية ستتنافس مع 34 لعبا من بين أفضل في القارة الصمراء خلال السنة 2018 اللائحة المرشحة لجائزة أفضل لعب في إفريقيا وعرفت القائمة وجود عميد المنتخب المغربي المهدي بن عطية ونجم آياكس الهولندي حاكم زياشة بالإضافة للمحترف الدور الصيني وهدف كأس فريقين محليين أيوبا الكعبية وتواجد ضمن قائمة اللاعبين من البطولة المغربية وهم مهاجم الوداد الرياضي إسماعيل الحدد وهدف كأس الكونفيدرالية الإفريقية محمود بن حليبا المرشح أيضا لجائزة أفضل لعب الشاب بن قارة الصمراء نقل اللاعب أسامة الإدريسي بشكل رسمي رغبته لمسؤول الجامعة الملاكية للإشتغال على موضوع تأهيله لدى الفيفا لحمل قميس الأسود مستقبلا وعلى أنه سيواكب الأمر بكل ما يتطلبه منه من إجراءاته اللاعب الذي حضر مواجهته الكاميرون وتونس دون أن يلعب قارن بين الأجواء المغرب و هولندا وأنجزة قييما للوضع ومستقبلي في حالتين معا ليحكم العقل والعاطفة معا وكلاه مقاده للعب للفريق الوطني حيث يمكن مستقبله وبات في الحكم المؤكد أن الإدريسي سيكون ضمن اللائحة الأسود التي ستشهد بعد التغييرات والتي ستواجه ملاوي شهر مارسا مقبل إليكم سؤال اليوم هل أنت مع تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2019؟ أنتظر أراءكم في التعليقات إلا عندك سؤال ويتكون هو سؤال فيديو القادم مع لك غيرتك بفتخانة التعليقات في أمان الله